اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعب البرلمانية المشاركة في اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ان الشباب هم الرهان الرابح لمستقبل افضل للجميع نعم واشارت معاليها الى ان دعم حملة اقول نعم للشباب في البرلمان والتي اطلقها الاتحاد البرلماني الدولي في يونيو الماضي تتسق مع رؤية مملكة البحرين والتي تستلهم من رؤى جلالة الملك المفدى وتقوم على الايمان بان الشباب هم عماد النهضة الوطنية والمسيرة التنموية وعلى ذلك فقد وضع السعي لادماج تطلعاتهم في استراتيجيات وخطط وبرامج سلطات ومؤسسات الدولة وبيّنت معاليها ان حرص الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ساهم في تقديم رؤى ومبادرات نوعية حققت المزيد من التقدم والريادة للشباب منوئة بجهود سمو ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب في منح اقصى الاهتمام لقطاع الشباب من خلال مبادرات مبتكرة وبيئة خصبة لاظهار امكانيات الشباب وعطاءاتهم وفي كلمة وجهتها ضمن فعاليات أقول نعم للشباب في البرلمان أوضحت رئيسة مجلس النواب أن المجلس له تجربته ودوره المتنامي واهتمامه الدائم لتوظيف الدور التشريعي وتكريس جهوده من أجل تمكين الشباب مجتمعيا واقتصاديا وسياسيا ترجمة نانسي قنقر